اهل المطروح لما بيحبوا يتفسحوا ويستجموا بيجوا على المكان ده فانا جايب لكم مكان النهاردة تحفة كان اقصى حاجة نعرفها عن مطروح عجيبة نعرف شاطئ الغرام دي كانت اقصى طموحاتنا في المطروح ونروح نتصور ونعمل فوتو سيشان بقى هناك لكن المكان اللي انا هوريه لكم ده بجد تحفة بكل المقاييس المكان ده اسمه الغرقانة بيبعد عن عجيبة بحوالي 17 كيلو زي ما انتوا شايفين بقى هو كده من غير خدمات او اي حاجة ولكن لو حبيتوا تيجوا لازم تجيبوا طبعا معكم اكل مية طبعا هنقضي اليوم كله مع بعض لازم تجيبوا اكلكم مية احنا طبعا قررنا ان احنا نشوي فجبنا معانا حاجة الشاوي والفراخ اللي هنشويها وزبطنا كل حاجة واللعنة الفحم المكان ده عايز اقول لكم قصته السفينة دي او الغرقانة دي بقالها 70 سنة من ايام الاحتلال الانجليزي على مصر فتخيلوا ده تراث يعني حاجة كده تراث نيجي او حاجة نيجي نتصور كده جنبها ونكون فخورين الحمد لله ان الاحتلال ده خلص من قبل ما احنا نيجي للدنيا فهي هي دي السفينة الغرقانة دي كانت بتتحمل بملح دي القصة اللي انا عرفتها يعني دي كانت بتتحمل بملح من اهل مطروح ولكن غرقت واستقرت في المكان ده شايفين بقى نقوة المية عاملة ازاي انا وما تقلقوش من المكان خالص امان جدا جدا لان زي ما انتوا شايفين دول اهل مطروح اللي كانوا قاعدين اللي عاملين الخيمة والراجل اللي كان قاعد قدامنا ده برضو من اهل مطروح وعايزة بالمناسبة دي يعني انا كنت من قبلها بليلة عمالة نايمة كده افكر يا ترى الروح نقض اليوم كله ولا خايفة لاحسن حرامي يطلع علينا ولا ولا بلتجية ولا كده ولكن اللي حصل ان العكس تماما اللي حصل يعني اول ما جينا كان جوزي طبعا في مسافة كبيرة ما بين ركنة العربية وما بين ان احنا ننزل للمكان فكان جوزي شايل حاجات كتير لقينا الناس اللي عاملين خيمة دول واحد فيهم رايح بسرعة على جوزي عشان يشيل معاه فالواحد نسل التصرفات دي بصراحة من زمن ما قابلنهاش والتاني حاجة الراجل بقى اللي قاعد اللي كان قاعد بولاده ده هوت مستنيهم كان جوزي بينقل الحجر اللي احنا حطينه قدام الشاوي ده فقام بسرعة عليه عشان يساعده يعني حاجة كده ايه منتهى التفاني في العطاء يعني فهمين بدون مقابل وهو ماشي سلام عليكم عايز حاجة لجوزي شكرا معاكم فح حفاح جوزي قال له اوه معانا رايح قال له طب لا هجيب لك كسين فحمة طب ما احنا معانا لا اعرفين يعني عطاء والله يعني طول عمري اسمع عن اهل مطروح وعن كرمهم وعن اخلاقهم لكن اول مرة اتحط في ان انا اشوف ده بعيني فلا اروحوا وانتوا متطمنين واحنا مروحين بقى الناس اللي كانوا بالخيمة اللي قلتلكم في الاول ان هو راح عشان يساعد جوزي في شيء للحاجة راحهم كان عربيتهم داخلة لحد جوه فراحوا شايلين حاجتنا وراحهم خرجين هالنا برا لحد العربية فيعني ده موقف اللي كان لازم اقوله وكان لازم اشكرهم فعلا من قلبي لان انا اتفاجئت بقى لنا كتير قوي احنا في القاهرة ما بنشوفش الاخلاق دي وما بنشوفش الاطباع دي في الناس نرجع تاني بقى للمكان الروع بتاعنا ده احنا طبعا زي ما بقولكم شاوينا كنا جايبين فراخ وشاوينا ولعنا الفحم ازاي حطينا سيبرتو كنا جايبين ازازة سيبرتو وولعه وبقينا نحط السيبرتو ونولع لحد ما الفحم يولع بالطريقة دي طبعا معنا هواية والفراخة هي زي ما انتو شايفين طول ما هي بتستوي انا بقلبها يعني ما سيبوهاش تاخد لون الاول من ناحية واحدة لازم تفضلوا في تقليل مستمر للفراخ علشان خاطر ما تتحرقش اختراع بقى عظيم قلت لازم اورهولكم اللي عمل الاختراع ده عايز جايزة نوبل يا جماعة دي مضخة مية انا بناخدها كده معانا في الرحلات تحفة جدا تقدروا تستعملوها وبناخدها طبعا في الشقة المصيفية حاجة كده روعة منتهى الجميل اهول راجل اللي انا بحكي لكم عليه ربنا يباركله بجد يعني عطاء بلا حدود يعني والناس اللي بالخيمة انا قولت اعيد لكم الشوت ده تاني عشان تشوفوه روحوا المكان هتطبستوا جدا جدا اه والدنيا مش يعني مهما تمشوا في الحتة دي المية مش هتوصل الا لحد ركبتكم ولكن هم برضو نصحونا لما لقونا داخلين قالولنا ما تروحوش عند السنسلة السنسلة اللي هي في المركب دي في الجنب خالص اهي في بوز المركب ايوة الحتة دي كده قالولنا ما تروحوش عندها علشان غريب يارب الفيديو كنا عجبكم السلام عليكم